يوم جديد من البريمو نهارده يوم اكيد حلو لكل الاهلوية بالشكل اللي حصل في فوزه النهارده على سموحة 3-1 ووصوله للمباراة النهائية لملاقات طبعا بيرامت فيه الدور النهائي وبطول الكاس مصر اكيد برضي بطولة محببة لدى جماهير النادي الاهلي والنادي الاهلي بشكل عام وبالتالي اكيد يوم جميل لجماهير النادي الاهلي نهارده عندنا السوديو تحليلي من بداية اللقاء طبعا كبات يعني محترمين مهذبين كبات من كبات المصر الكبار والنادي الاهلي السابقين وقبل ما رحب بيهم الحقيقة عندي بس كلمتين خاص بمباراة النهارده وهي ان الفريق الكبير لما بيقرر انه يفوز ويخلص المباراة من النهاية بيعملها نهارده النادي الاهلي ولعبت وجهازه الفني اشتغلوا على كل التفاصيل الخاصة بلقاء سموحة النهارده عشان يخلصوا المطش من البداية وده اللي حصل تسيبكم بقى من الاخطاء اللي ممكن تكون من حراسة المرمى في نادي سموحة لكن كان واضح من البداية ان الفريق من ضغطه من تحركاته من تشكلته ان كولر ولعبين النادي الاهلي النهارده نازلين عشان يخلصوا المباراة من البداية مش مستنين بقى ولا خطأ تحكيمي ولا ضرب الجزاء ولا 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 امور ممكن يكون شمعات هنا الفريق الكبير اللي بيتكلم والنادي الاهلي طول عمره كان هو ده اسلوبه في التعامل وبالتالي بيعود مرة اخرى النادي الاهلي للشكل الصحيح من خلال مباراة كبيرة للنادي الاهلي امام فريق سموحة وبالتالي مبروك للنادي الاهلي مبروك لجماهيل والوصول للمباراة النهائية فرحة كبيرة جدا لجماهيل النادي الاهلي بمشاركة كهربا وفي اول ظهور له بعد فترة طويلة اتنين اسست هدف جميل الصراحة لما نجي نبص لحساسية كهربا في احرازه للهدف يبين ان ده بيتمرن بقاله فترة بشكل جيد عايش عايش الوجود داخل الفريق وبالتالي الامور الخاصة بكهربا النهاردة اكثر من رائع كهربا النهاردة بيحرز هدفين او هدف انا اسف وبيعمل اسست لهدفين وبالتالي بيدي انذار لفريق نادي الزمارك في المباراة القادمة لو لعب كهربا الامور هتكون مختلفة لهجوم النادي الآلي زي ما شفناها النهاردة انها كانت مختلفة لهجوم النادي الآلي بوجوده وفرحة كبيرة جدا اكيد لكهربا والزميله زي ما انتم شفتوا كده الشكل العام وفي نفس الوقت كمان الجماهير وفرحتها بعودة كهربا في امور معينة كده ممكن تكون مشاركة كهربا بتفرح اكتر جمهير النادي اهل النهاردة بالفوز وفي نفس الوقت مشاركته في المرأة هاني سليمان عشان برضو منساش يعني التغييرة اللي حصلت للهاني سليمان هي تغييرة قاتلة من وجهة نظر الشخصية كابتن طارق العشري وتغييرته لهاني سليمان في وقت بدري قوي قوي بدون اصابة بدون اي مشاكل هي فقط القطئين وده وارد بيحصل عشان بس من اتبحش الهاني سليمان وارد ان يحصل اخطاء ومش اول مرة مثلا كانت تحصل من الهاني سليمان وحصلت من حراس مرمى كتير ولكن بلغة المدربين لو هتخلص علي انا هخلص عليه ده اللي حصل من كابتن طارق العشري ليه؟ هاني سليمان خصوصا يعني ان مصير كابتن طارق العشري في وجوده في سموحة على المحك وكان المحك النهاردة وتعتبر يعني النهاردة كان يعتبر اخر لقاء لسه طبعا فيه تصريحات هقولها الكابتن طارق العشري لكن مباراة اليوم ممكن تكون سبب فيه رحيل كابتن طارق العشري ومباراة انتهت بخطائين لهاني سليمان وبالتالي هدفين انتهز فرصتهم لعيب النادي الاهلي واحراز منها الهدفين الاولانين ثم طبعا امتلاك الكورة لفريق النادي الاهلي بقى كل التفاصيل الفنية لنجمنا النهاردة انا قد حابب بس اتكلم على الكهرباء وكلم على فوز النادي الاهلي والفريق الكبير وايضا جزئية الهاني سليمان واخروجه من الملعب بتغييره ممكن تكون صعبة عليه في توقيت صعب اشتركوا في القناة